موسيقى مستاذ الموسيقى ومدرب الصوت طوني البايع بدراحب فيك عبر موقع الفن خلينا نحكي بداية عن مشاريعك المقبلية شو عم تحضر مساء الخير مساء الخير لكل المتابعين حاليا بين تعليم مسيقى وبين برامج طوني خلينا نحكي عن بدايتك كيف بلشت بهالمجال كنت صغير لما تخصصت بالجامعة اللبنانية بكلية التربية الموسيقى وبعدين حلمة متل كل شخص حاول تطور حاليا اول شي بلشت استاذ مدرسة بعدين حاولت تطور اكتر واكتر الى حين فتت على الام بي سي بعدين لليوم ما بعرف يعني سيفيتة وصل بطريقة يعني يعني هي ممتقى الفكرة حلوة يمكن بيتول بدا حديثة يعني كيف خبرك انه انا بعطت للااخبار اسم الاخبار او انا بعطت لشخص امال انحنا حبيبا هون اسم الاخبار وبلش برنامج اسمه قلبب نجوم العرب على الام بي سي وقد يكون انه اعتزه بالحلقة الرابعة والخمسة يعني بلش البرنامج استاذ زيادة فبيقولون باسم الاخبار مبارح حدا بعطت لنا سيفي ما بعرف كيفية تمتوها تم التوافق علي وبلشت بهذا البرنامج بالحلقة الخامسة ومن بعد اصرت اشتغل نجم الخليج الى حين اتركت المدرسة اللي انا فيها ورحت على قدمة بمدرسة السابيس شويفة انتناشن سكول مسيقب انا مش قاصد الباركينج طب قول الالبي سي مع افا ظهر المدرسة كمان مع ندفت معارف مع ندفت اتصالات وكمان كان اسمنا بلش يتواجد بالسوق يعني كان بداياتي مع يارا ومع كارول سقر و الى اخرها بده اقول للالبي سي وقولولي نحنا حبينا كتباليش معنا ديور المشاهد من اول شهر عرضوا علي انه ازا بقدر اترك المدرسة وكون بستار اكاديمية عم بعمل كاستنج كان اكيد حلم كبير انا ما بقدر انكروا لهذا الشي ورحت عالاردن رحت عمصر وبلش تعمل كاستنج وبيكبر الاسم وهيك كفت الدني بهيدا الاطار كاستنج وبرامج وغير محلات كل واحدة اده قصتها كمان نعرف كمان ببداياتها كنت كرال بفرقة سافريتنا الى نجوم فيروز وكمان الفناني جوليا بطرس والفناني ماجد الرومي اكيد بجولا تحية كلهم هيدا بدك تقول انه عمري بين 16 ل 18 اشتغلت مع ماجد الرومي كرال مع جوليا بطرس كرال مع رغب عليمي كرال كذا فنان مع زين العمر يعني كتير كتير من الاشخاص اشتغلت متل متل الكل لانه كان بدي طلع مصاري لكون عم طلع قسطي قسط الجامعة مصروفة مصروف الاهل سيارة الى اخرين شو بتتذكر من لقائك بالسيدة فيروز بتذكر لقاء مع السيدة ماجد ده مرة طلعت على المسرح وستمه بعرف ليش ما بتذكر بتذكر فستان ما بتذكر يعني ما كتير بتذكر بتذكر كنت اعشق الكرال وسوط السيدة ماجد الرومي من اللي قائم على السيدة فيروز ما بتذكر غير انه قالت لنا كنا نحنا معه بالجمعة العظيمة وعمل نرتل طبعا المشاهدين بيعرفوا ترنيمة قامت مريم وقالت لنا نعمل بصوتنا شي قالت لنا هلأ شخطه تحته وما تنسوا بقى انه تعملوا هيدا العربة بتذكر انا كت كتير مؤثر بهذا الشيو كتير مؤثر بالسيدة فيروز وبعدنا اليوم يعني بعتبر صوتي نضج باني كتير ركزت على اداءة وعربة بنصح دايما تلميز فيها بالاستاذد كبير مرحم بركات بالكبير وديع الصاف وعبد الوهاب يعني بنصح بهالأربع أشخاص لأنه في نظافة بالمغنى بشكل ما طبيع بتتعلم المغنى الاداء العرب من خلال صوت الفيروز نظافة بتسمع نظافة فأنا كنت كتير بأثار وتبقى سوفينير كتير كبير بحياتي ما عدتشفتها غير هالمرة بحياتي الحمدلله على كل شي موجود الفيديو بس مش مبين أنا ريم الرحباني مدرك مصورين من أب بعيد مش مبين كتير شو أكتر غنية بتحبها للسيدة فيروز لا أكيد هو سؤال صعب لأنه غنيها كلهم حلوين بس أنت هيك الغنية المميزة عندك بتحب تفيق الصبح تسمعها أنتو عم تشرب فنجن قهوتك أنا ضد هيدا المعتقد أنه فيروز نحجزها بأفص الصبح ممكن أنت كمان رح تطرق للموضوع من بعد الصبح لا فيروز ممكن تسمعها بأي حالة بس طبعا كلنا أيام نتعب يعني أو بيعود ما بدنا نسمع هيدا النمط ما عم بحكي يعني أنا بسمع أجنبي بس أيام كمان ما بدي أسمع أجنبي بس هي الفكرة كمان قدية حلوة الواحد لما يكون فيئ من النوم عم يسمع صوت كتير حلو مثل صوت السيدة فيروز هيداك موضوع آخر بس حجز الإعلام أو حجزنا نحن البشر أنه فيروز للصباح كمان لأنه بدل أسمع كمان قم كلسوم الصبح مع أنه أكيد صعب أنا عم بوافق بهذا الموضوع حتى كمان السيدة قم كلسوم بحطوه أكتر شي باللال لك شو أنه إذا بدنا روا مظبوط هو مش بس يعني الموسيقى الرحبانية الموسيقى اللبنانية هي أكتر هون عم في التحليل موسيقى وأناليز أكتر صباحية آية زكا نصيف بسمعوا الصبح يعني بالليل بيت بوك مع بعض أغاني زكا نصيف بس نقل أحلى زهرة بعد الساعة عشرة بالليل كمان لا فكمان فيروز بنمط الأغاني اللي اخترعوه أو أسسوه أو ربيو عليه اللي كلاسيكة آية أنه كلنا بنسمع كلاسيكة عند الصبح عند الهدوء بس كمان لما بدي أسمع دقة أدمكن ودقة المهابيج للستة فيروز ما بسمع الصبح بدي أسمع من الظهر وطلوعه وزبدي أرقص يعني لما رجع الكبير من حمزين بصوته من أحدى البرامج كلنا رقصنا علييا بس بعض الظهر ما حدا ما حدا يعني هدا الشي شو أجمع غنية لفيروز أنا بحب أديقة بطريق النحل وبحب كتير عندها يا ريت أنت وأنا بالبيت هدو لغنيتين بعشقهم هالفترة كنت كتير عم بسمع زهرة المداء إن رجعت تتعمقت أكتر بهالرحن الكبير اللي عملوا الرحابنا وهالكلام والغضب الصوت وعوقات يعني شو هال كيف هيك فكروا وكيف هالصوت الجرس سب فيروز يعني سب فيروز عالم عالم كبير عالم بالأداء عالم بالصوت عالم بالحكمة بتفهم من هالكلام الرحبان وغير الرحبان والاستي السعيد عقل شو كتبوا شو عملوا كيف كتبوا هاك كيف فكروا هاك مش معقول خلينا نحكي من بين الفنانين الحاليين الموجودين اليوم بالوسط الفنة مين هاك الفنان بتحب تسمع له الصباح الصباح في كتير عم بيعملوا شي حلو للصبح بس إنه للأسف يعني صار بس تبعول الصبح هني تبعول فبينعيدوا الصبح يعني كأنه الحب والرواء هني تبعول الصبح فيت كمان قصة حب فيها تكون مشابكة هلا أنا كمان بحب كتير لازم نوه بهذا الشي أنا بمأثر بمريا كاري كتير يعني أدي أنا بحب اسمعه هلا من فنان العرب الصبح كل قول دي الصباح رغب عليما أنا بسمعه وبعتب عليه إنه لازم يكون بعضو عم بيعمل هيك إشي لأنه كتير حلو كتير يعني وبعضو عم يعمل يعني نجاحات كتير حلو أغاني أغاني كتير حلوة أنا ما قلت مع بيعمل نجاحات قلت مثل عن جد بقلك عن جد وبرضو كمان من فترة عامل بس يعني مثل عن جد بقلك عن جد مثل كتب العتيقة هوا كلهم كمان رجعين للملحن اللي هو إحسان المنزر كمان كان يعمل أشياء خرج الصبح إذا بدنا نحكي بدنا نحشوين حلل كلمات أنت بتسمعها الصبح كون صديقي لا عبد للأستاذ كبير أنا بالنسبة لقلي كلمات بسمع الصبح وظهر عشية برجع بعد لك كنا عم نحكي أنه كمان السيد فيروز بسمع الصبح وظهر عشية كمان هوا الأغاني عن جد بقلك عن جد وهيك بسمعهم الصبح وكمان بقدر اسمعهم بعض الظهر وقرقص وأعمل شي حلو كتبع بقالك كون صديقي كمان لا مثلا عبدو منزل بتنعمل تسمعه أي وقت بدك لأنه كتير حلو بس إذا أنت حسب سؤالك حددت لي أنه ليش ما في أغاني الصباح عمقلك فيه بس ياريت بعد بين عمل شوية أكتر يعني ستيل اللي عم بيعملوا زياد برجي ستيل اللي هش الشباب اللي عنده دفة بصوتها كلهم نقدر نحطهم بأنهم يعملوا أغاني مثل مروان خوري كمان نسمعهم الصباح وعندهم الشكل ما بتنحدد الموسيقى صبح أو باللال يعني بالعكس فيك أنت حالة يعني فيك كونزعلان وتحب هات الغنية فيك كونزعلان أو كتير مبسوط تسمع هات ترتيلة هالقنشودة ما في وقت محدد للموسيقى حتى صبح أو باللال بس حسب سؤالك حبت جاوبك من رأيك اليوم في فنانين معم يهتموا كتير بيتدريب صوتهم هي بتصير الظروف بأعتقد كل مغنم بيعرف أنه لازم يهتم بصوته بس عن جد أيام فيه زروف بس أنا بنصح بين اهتمام بالأكل بين اهتمام اهتمام بالنفس وليأة الجسم وبين اهتمام باختيار طبقات وألحان موفقة يعني الإنسان يقدر ينتبه لصوته ويشتغل عليه هذا ضروري بنصح يوم قدية الفنانين عم يعرفوا يختاروا أغاني وقدية عم يتوفقوا بالألحان اللي عم يختاروها لك في يعني المغنى بيحط الحق على الملحن والملحن بيحط الحق على الجمهور فمش عم نعرف الحق عمين انت برأيك الحق عمين لك هو بيفتقد بقى الجمهور لأنه يرجع يسمع أشياء أو يرجع شوي يتسقف لازم مش إن هيك الملحن لما الجمهور بيتسقف الملحن لح يرجع يغوص أكتر لأنه مثل ما ملحن شغلة ناشحة فيه ينجح بعض بأكتر ويغوص أكتر وبالتالي المغنى لح يعرف يختار بس المغنى خيفين يعمل شيء بالترند أو شيء ما يعمل فيه وبالمناسبة هيدا الشيء بيخلي كمان الملحن عايش على أعصابه وبالتالي الجمهور هو اللي بقرر هلأ كيف الجمهور عم بقرر وعلى أي أساس فيه أشياء كتير حلوة لك ده التاريخ بغير بالتاريخ منشوف صورة مين اللي حتكون محطوطة منشوف أشارت هلأ لصورة الصيد يقوم كلصوم وصورتك أنا بأمن أنه التاريخ بده يعمل بكل واحد بهنتم أنت فيك تقول مين كان أشتر حكيم مين ليش كلنا بنحكي عن مين مين اخترع الكهرباء مين مين اخترع آلماء مين يعني دايما في حدا مبلش اليوم اللي قبلنا سبقونا تركونا أثر موسيقى كتير كبير أنا اليوم ما بقدر أيم أي فنان شو عم بيعمل اليوم بدي أترك بعد عشرين سنة إذا يعني حبينيها أو ما حبينيها يمكن عم بحكي حيا الله يعني مش إنه حيا الله عم بعطي وطال بالتمانينات يمكن كان كمان في السراع عمي شو هالأغاني ومش حلوين بلنما اليوم كلنا بالالفان و تلاتة وعشرين واربعة وعشرين منحب أغاني القديمة ومنرجع ونقول والتمانينات شو كانوا حلوين نقول أغاني الزمن الجميل إيه يصرنا عم نعتبر تمانينات أغاني الزمن الجميل بالوقت اللي أنا بأكد لك بتمانينات يعني أنا عمري سنة أو أقل حتى كانوا أكيد يقولوا له شو هدا شو عم بينا عمل اليوم يعني بالنسبة للي عمل مع سيد سيد مكلسوم والرحابنت وفي الباشا وابا وابا كمان هني اللي قبلهم يعني عبد المطلب الحمولة الصنباطي وما قبل سيد درويش وما قبل ما في تجري بتانعرف كل شي أكيد كانوا كمان يقولوا شو هدا كل جيل اللي هو جيل ترك الاشياء تغير بل يعني يمكن اليوم مايكل جاكسون كان ما يعجب كتير عالم كان بالنسبة لقل له مثلا في حدا قبله بس اليوم في أسطورة كبيرة اسمه مايكل جاكسون خلنشوف اليوم بال2023 مين عنا بال2050 نحكي عنه إنه كان عنا بال2023 لك بالأجانب أكيد كلنا سمعنا عن سالين ديو إنه مع أنه كتير من تشر لفيديو إنه عم تقول أنا بعمل فوكاليز وإتس بورينج هيك بتصير تقول إنه بتصير هي سكوب عبيه دوها حرامها لأ كلنا منعرف إنه صار عنا ضربة بالسستان نرفع عندها بالإش العقل والأعصاب أكيد أكيد بتمنى أنه ترجع تنتبه لأمورها لصحتها أصلا بزعر على هذا الموضوع أنا بدي من الفنانين اللبنانيين والعرب ما بدي عند الأجانب لك مجمع العام كل شخص لازم يحافظ عليها وبالعمر نحن بنكبر لازم نضلنا قدم فينا نحافظ أنا بنصح حالي كمان إنه أنا طوني لازم تتمرن شوي شو بدك اسم؟ بتخاف تذكر اسم أحلامي كرميل ما يزعله منك؟ ما حدا بيزعل كلهم يسمي لأي اسم بقل له إنه شو أنا ما رح سمي أنت برأيك كونك بتتابع هالأمور وإنت بهالمجال إذا لك لك من يعني من فترة أنا شفت أحدا الفنانين الفنانات وقلت له اسم الله أنا كتير مبسوط كيف رجعت سمعت صوتك قالت لي أنا هلأ مرتاحة بهالفترة فالارتياح ما بقدر قول اسم الارتياح بيعمل صوت حلو بس تقدر طول بأي حرف لا لا بس أنا بقلك إنه كل الفنانات اللي قطعوا ما بعد الأربعين حلو يرجع وينتبهوا أكتر وأكتر لصوته لأنه بطبيعة الجسم نحن البنات وأوطارهم والأرمونات وكلو بيتأثر فكلو حلو نشتغل على الموضوع أنا مثلا منع الشيء صوت رمعي بحب كتير كيف بيغامني يعني مهم يعني وأكيد إنه ضيما بيستمر كل مغني لازم يعمل على فترة هلأ أنت بدك اسم يعني ما في حدا معين عم بيقلك شو هو مجمل عام فلس ما بدك تزعل حدا مش إنه قلو رجع يعمل تبريم ما هو عسل كله عم بيعمل أنت عارفين أنه كل يوم لازم يعني يعني أنت عم مساء عم بتدخن وعارف أنه صوتك رح يطعم تلقى أنا بدي قللك يا علي وخفف شوية دخان بس ما بده زعل يعني قلت علي فننتبه على صوتنا هو الجزء من التمرين ما نعصب ونحنا عايشين بسيستام بلبنان كله تعصيب وكله بفهمهم للمغنيين وكل إنسان بصير عنده عرضة يعني بيتعرض لشي عائلة بحياته الشخصية بنزعل كلنا بنزعل أنا أول واحد بروح صوته قيام عادل طيب أنا بيحترم هالشي ما بدك تذكر ولا اسم إذا خياروك تحضر حفلة للفناني يارا والفناني إليسا حفلة مين بتختار هلأ هنا هيت نيناتهم حبيبات قلبي عجب لازم اختار حدا لأ لك بختار هايدي ليش نيناتهم عندهم أغاني رومانسية كتير حلوة وناشحة كرمال هيك أنا صمت لك هلأ أنا بميلا اللي بتعامل معه أنا بتعامل مع يارا ويارا يعني بس أنا كتير بحب إليسا وإليسا نجمة كتير كبيرة وأنا كمان عبتصل معها لما بشوفها بس بما أنه بتتدرب كمان عند غيري أنا ما بحب إنه بليز تاعي وهيك يعني خلص بنترك مبسوط إنه هي مع غير الإستاذ مهم إنه واعية لهادا الموضوع وبجهل تحية لألا ولا الإستاذ اللي بتاخد معه بالعكس كتير مبسوط بحضرهم اتنيناتهم أنا يارات بيكونوا بزيت الحفلة هيك واحد بيفوت واحد بيطلع وهن يقرروا مين بيبلش بالأول ومين بيخطم وإذا منشوفهم ديو بيكون أحلى وأحلى برأيك أنت مين لازم يبدأ ومين لازم يخطم لا ما هو إنه البداية شي كتير حلو والنهاية شي كتير حلو أنا بفتتح ب هتا شوف حلو سؤالك عاد ما فيها زعل أنا ببلش مع يارا برجع بخليهم يقولوا شي ديوت نيناتهم مع بعض بيطلع كتير حلو يارات ومنخطم مع ليس عاد يعني التأمضون نخطم بعيشالك لا إليسا حلو أو بتمون من ألحان مروان خوري بحبة كتير شو رأيك بإصدارات الفنين يارا مؤخرا لك تواصلنا شوي من فترة هك بعتقد أنا كلمة يعني أنا بعكس الخبرية لرجع لك من زمان الفنين لازم ينطلق من لبنان أنا أنا بأمن به الشي لو شو ما نعمل ببلد بره مع احترام لكل البلدان وبحبهم كلهم الأجنبية والعربية لبنان اللي نقهة خاصة خاصة بالبرامج اللي هلأ صارت كلها بغير مناطق وبغير بلدان بعتقد وسمعت مني أكيد يعني أنا مع تحكيتها أنه هلأ فيه يعني نيوفرش تفكير أو منجمنت كنا لكل المعزلة عشو بتلوم على يارا لك مرة سمعت مقابلة لسرط ماجد الرومي بيسألوه عن الوسوف بتقول لهم أنا بحبه كتير بس هو كسور بسمعوه بصطفة إنه أنا عم بسمع مقابلة عن جديد بيسألوه ذات السؤال بتقوم تجاوز ذات الشي وبفرجوها لما جدا إنه هي قالت هيك عن الوسوف مش معناتها ما بتحبه بس هو كمان بيقدر يعني كان ما بعرفش لش قالتها فيه قلاء أسبابه أنا بقول إنه يارا يعني فيها تكون كمان بغير كل كل أنا كمان اللي نكون بغير محل كلنا أيام قلتلك من نقطع بين محلات فينا نكون بغير محل أنا بقول اللي عملته يارا صارت ايدل لكل البنات وبعدها ايدل وخاصة بيقماشت صوته شقنا قوة بينه وبقى دقيقة والكل مساوا مع يارا هي صوت رائع يعني ما حدا عنده شكل بعتقدك يعني شوي كله تمام وبحبها ترجع لبنان العبالة نرجع نتلاقي ونزوره بدنا ننقل لموضوع تاني حضرتك يعني دربت كتير أصوات أو مشتركين ببرامج المواهب مثل استراء اكاديمي واكس فاكتور خبرنا أكتر عن هالتجارب والأصوات أو الأشخاص اللي كنت تدربهم بعد في تواصل انتابعهم حاليا أو لا أصل الفتاة فاعله وفي ناس بعدني بتواصل معهم وفي ناس مني بتواصل معهم أبدا إن كان بنت إن كان شباب في ناس يعني مثلا شانطة الجعجع بعدني عتواصل معه ورحنا عبايتها واتجوزت وإنها بالولد وفي ناس لقى أدهم النبلسي كنت بقيت عتواصل معه إلى حين يعني هلأ عاملة هيدا الاختيار وبيقول له الله يوفقه ما حدا ما حدا بيعلق على اللي عامله وأدهم الله يوفقه بأي اختيار كل إنسان بيختار مصير حياته باللي هو بده إياه وهو شايفه الله بيقرر وليه بطلت على تواصله لأ بهالفترة بس يعني لأنه يمكن مغير رقمه أو يمكن غير رقمه لأنه غير يعني بس لها لأ بعضنا لها لأ بحطوله لايك وبعتقد بدي حاول اتواصل معه لأنه أواش يدي هنية هو حر ما قلي معه قعد قيم إذا صح أو غلط وتانيا أنا بعزه كتير هو بيعرف في الوقت أنه أنا شدت بوجوده في غيره كبير شدينه وقال لي أنت هيدا شغلك وهو شبتك تعبروني يعني شوف الفرق مين اللي قالك هاي دعم ما بقدر قولي بس إنه في ناس هيك قالت عرفت فنان معروف كتير ماش كتير ما هو هي تجي هيك يعني أنت تكون نجم بدأ تكون كمان الأخلاق بتلعب دور يعني اللي مفكر هو أنت عالأرض وهيدا شي ما بينتبهولي في كتير بشوفهم أنا كاعدة خبرة كتير كبيرة أول شي ديول مشاهير عرفتني عن نص مشاهير لبنان بكل واحد باختصاصه إن كان بالأكل إن كان بالتمثيل إن كان إلى خليج وإن كان ستار أكاديمي إن كان نجم الخليج وإن كان اكس فاكتر عملو لي بوم كتير كبير بحياتي وحتى على الأم بي سي آلبوم نجوم العرب وإن كان على الأم بي سي كمان شكلك مش غريب كان يوجد الفنانين ويعملوا أشكال مثل مايكل جاكسون واتنين توقت باللجنة تحكيم النجمة هيفا وهب كمان طون البيع كان إلك بصمة بمهرجان الزمن الجميل وكمان بالميركس دار هون بدأ أشكر كل القادمين بالزمن الجميل بشكر أكيد دكتور هراج بالميركس دار الدكتور زاهي وفادي الحلو أكيد ما بيقدر إنسى الالبسي ورالف معتوق لأنه هن لهم دور كتير كبير مع الأعداد يعني مش هم ما أنسى حدا بس يعني لما شخص بيكون مقيمة فيك بتقدر تعمل الشياء الزمن الجميل أكيد كان في امباكت كبير مش هين تجيب خمسين شخص من بيروت وخمسين شخص من زحلة جوئة وطر بتجمعهم سوا ويصيروا مئة شخص عم بيغنوا مع بعض وتعمل تحية لأحسان الموزن من خلال أغاني استثماجدة ورغب علامة وتغني كلمات وكان جدا رائع عامل امباكت وبعتقد بيحيبين للصيف هيدا الامباكت تبعول هالجوئة أما بالنسبة للميركس دار أنا كان دوري كمان في اتنين تابلو اشتغلناه وكان حلو بتشكروا كل انسان بيخد حقه مع الالبسي ومع هالجماعة يعني نشكر الله على كل شيء لما عرفت كيفية الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان دوت كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد